بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حامل القرآن فقرأ وارتقي رتل فأنت المؤمن الرباني مع الترتيل والتحبير والتجويد نعيش معكم هذه اللحظات الجميلة مشاهدين الكرام في جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها السادسة وتحت شعار زين القرآن بأصواتكم في بداية هذه الحلقة وباسمكم أرحب بإعضاء لجنة التحكيم مبتدئا بلجنة أحكام التجويد الشيخ أحمد المعصراوي مرحبا بك الشيخ عبد الرشيد صوفي حياك الله سيدي الشيخ محمود عكاوي أهلا وسهلا والترحيب موصول مشاهدين الكرام بلجنة الأداء الصوتي الأستاذ عاصم البني مرحبا بك ساد بهلول أبو عرقوب حياك الله الدكتور محمد أمين مشالي أهلا وسهلا مشاهدين الكرام نشن في الأسماع بأجمل التلاوات مع المتسابق الأول معنا في هذه الحلقة من مصر أحمد مشهود عبد الشافي مرحبا بالقارئ أحمد حياك الله أهلا وسهلا وعليكم السلام تفضل موفق بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مردة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للغالمين ومن آياته منامكم بالليل والنار وابتغاءكم من فضل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ودق الله العظيم بارك الله فيك القارئ أحمد مشحوت عبد الشافي من مصر نستمع لملاحظات شيخ أحمد المحسر أحمد بارك الله فيه كراءة كراءة طيبة ومخارجه خارج حروفه جميلة ممتازنة ما فيش أي الملاحظات عليه في أدائه إلا في حاجات بسيطة جداً أنت كنت تكرأ بتوسط المنفصل صح لكن قلت ثم إذا أنتم قال لي منك المد شوي واضحة يعني كسر المد واضحة جداً ثم لقوم يسمعون منامكم بالليل الغنة خفت يعني بدل ما حركتين جات حركتين إلا قليلاً ماذا يا أحمد؟ كل ما عدا ذلك جميل بس خلي بالك أنت وعشية المقام معك خد منك وعشية يعني ركن تعليق شوي بارك الله فيك شيخ أحمد معصراوي سيد عاصم البني في لجنة العداء الصوتي ده يعني صوت رخيم قراءة جميلة فخمة مرتبة الآن طبعاً لا يخل الموضوع من بعض الملاحظات عشان نستفيد منها كلنا أول شي ما شاء الله يعني في عندك مقامات جميلة ولكن لم تشبعها بشكل كامل يعني ما عم تطول على المقام فوراً عم تنقل على المقامات الثانية يعني في بعض مقامات عم ترسخ عليها بس في كثير منها لم تشبعها هذا شيء مهم جداً ليشبع المقام مشان نقدر يدخل الروح تدخل الروح بالقراءة شغلة ثانية النقلات جيدة ولكن لم تكن ممتازة أو جميلة جداً لم تكن غير متوقعة لم تكن شيء فيها جديد فحاول مثلاً أنت نقلاتك تكون مش اعتيادية حاول أنك تشوف نقلات جديدة بين المقامات يكون فيها شيء فيها تمييز أبشلون طبعاً هذا بجمل القراءة أكثر هلأ طبعاً أيضاً فيه تعبير تعبير يعني أنا كنت متوقع أن يكون فيه تعبير أكثر ولكن القراءة كانت نوعاً ما ثابتة هيك يعني فيها فيها قوة وما فيها ما فيها رخاوة ما فيها شوية هيك رحمة جاي شوية قوية قوية فلو كانت هيك فيها شوية تعبير خاصة بقفلات مثلاً تعمل عربات صغيرة هيك حنية فيها شوية تحنى علينا صوت ما شاء الله قوي بده شوية تحنية هل ما رد ذلك هذا الذي تقوله أتبته سبحان الله متوافقين هل ما رده أنه صوته فيه برد؟ نعم 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 بيّن أنه فيه رشفة بالصوت رشفة بالصوت صح ما شاء الله هذه الملاحظات فقط إن شاء الله بالتوفيق إذا نبدأ تقييم تلاوة القارة أحمد مشهود عبد الشافي من مصر لجنة أحكام التجويد ولجنة الأداء الصوتي ستون بالمئة لدى لجنة أحكام التجويد وأربعون بالمئة لدى لجنة الأداء الصوتي القارة أحمد مشهود عبد الشافي من مصر في الانتظار شيخ أحمد المعصراوي أستاذ عاصم أي شيخ أحمد المعصراوي إذا تم الانتهاء بقي شيخ أحمد بارك الله فيك القارة أحمد مشهود عبد الشافي من مصر موفق بارك الله فيك أفعل الله فيك من مصر إلى المغرب مشاهدي الكرام مع القارة إلياس كروم مرحباً بالقارة إلياس أهلاً وسهلاً عليكم السلام موفق أستعلم بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قافضة الوافعة إذا رجت الأرض رجاً وبست الجبال بساً فكانت هباء منبثاً فكانت هباء منبثاً وكنتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم السابقون 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 منبثاً غير كثيران موخلدون بأكواب وأباريق ولسابقون إads لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيمن إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم من المغرب إلياس كروم بارك الله فيك نستمع لي ملاحظات الشيخ عبد الرشيد صوفي بسم الله إلياس كروم في معظم أحكام التجويد ضيب جدا ولا ألاحظ عليه شيئا سوى زيادة في بعض المدود صحيح أنه يقرأ برواية ورش عن طريق الأزرق وهو من أطول القراء طولا لكن الزيادة بعض المرات صارت عنده مفرطة كقراءته فكانت هباء منبثة كانت زيادة ما أصحابه وكذلك ما أصحابه بينما كان صحيحا عندما قرأ أولئك المقربون مع أن أولئك المقربون يعني أولئك مد واجب متصل ما مد منفصل وعند ورسل يستوي هذا كله فيعني تراعي هذه المدود أن لا تزيد عن حدها طيب يشتهون الهاء بطبيعته حرف خفي فيحتاج إلى إظهاره خصوصا في قراءة كقراءة فيها مسابقة أو كذا إظهار الهاء ضروري هنا لما قرأت وفاكات مما يشتهون كأن الهاء مرت عليها مرورا هكذا بدون توضيح يعني هذا أشياء بسيطة جدا ولكن قراءة متمجزة وطيبة جدا وفتح الله عليك شكرا لك شيخ عبد الرشيد أستاذ بهلول أبو عرقوب في لجنة الأداء الصوتي ملاحظاتك قبل أن أحكم عليك وأعلق يعني أحكم ليس أحكم أعلق على قراءتك يا ابن إلياس أريد أن أتحدث معك كيف حالك؟ ضيب خير الحمد لله مرطيبة هكذا طبيعة صوتك أنت نعم وهذه قرار به في استهلالك حينما كنت مستهلا في التلاوة كان به تموج يعني عدم استقرار ربما لأن البدايات هكذا في الأغلب الوسط في صوتك كان طيبا جدا منطقة الجواب اعتراها عدم الوضوح أحيانا بحكم طبيعة صوتك الذي يستمع إليك يا شيخ إلياس يقول كأن القاري هذا خائف من شيء ما لا يبرز في قراءته حيوية ولا جدية مش عارف يعني هي طبيعة صوتك هكذا هي هذا الذي ملاحظ لكن كتقييم لخامة الصوت الذي أستمع إليها تقرأ بأسلوب المستعار قراءة كلها أسلوب مستعار السلم والخط النغمي عندك طيب جدا 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 النفس خانك في موضعين وفي مقام السيكة للأسف في متقابلين وفي لا يصدعون عنها أباريق خانتك القفلة ولكن في الإجمال قراءتك طيبة فيها عذوبة فيها مرونة فيها نوع من الخفة فتح الله عليك وبارك الله بارك الله فيك إذا نبدأ التقييم لجنة حكام التجويد ولجنة الأداء الصوتي لتلاوة القارئ إلياس كاروم من المغرب لجنة حكام التجويد ولجنة الأداء الصوتي دكتور محمد أمين مشالي سيد عاصم إذا نتم شيخ عبد الرشيد وشيخ محمود عكاوي إذا نتم شكرا لقارئنا إلياس كاروم من المغرب موفق بارك الله فيك من الهند وهو القارئ الثالث معنا في هذه الحلقة إنعام الرحمن مؤمن مرحبا هياك الله اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا فَلَمَّا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمًا يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءٍ أَوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِيرٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بلى إنه على كل شيء قدير صدق الله العظيم إنعام الرحمن مؤمن من الهند بارك الله فيك على هذه التلاوة نفعل الله بك شيخ محمود العكاوي ملاحظاتك ما شاء الله شيخ إنعام أنعم الله عليه بأداء حسن وصوت طيب فتح الله له هناك بعض الصفات تفهم العربية هناك بعض الصفات تحتاج إلى توضيح أكثر وهي حروف الصفير الصاد والزاء والسين أغلب ما قرأت هنا عندك حرف السين ضعيف لم يكن واضحا باسمي يستمعون فليس السماوات فانتبه إلى حرف حروف الصفير هذا أمر مهم جدا عندنا كذلك الغنة إن جاورها حرف مفخم وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سوها أنصت لم تكن الغنة بمقدار الحرف المطبق كذلك شيء قدير كذلك لم يكن هناك التفخيم واضح علما أن أنصت غنتها أقوى من غنة شيء قدير بحكم تفاوت الصفات عندها عندك المد يا قومنا أجيبوا فمددت كثيرا أولئك كذلك مددت كثيرا باقي المدود كانت متساوية بمعجزين في الأرض هنا لم يكن مخرج ألفاء صحيحا عندك تركت الشفتين هكذا في الهواء ولم تقل بمعجزين فيه قلت بمعجزين فيه لم ترتكز الشفة السفلة على أصول الثنايا العليا هذا لا بد من التحسينات هذه التحسينات لأن تجيب التحسين التحسين والدقة في الأداء فأداءك طيب بارك الله فيك بارك الله فيك شيخ محمود إلى دكتور محمد أمين مشالي في الأداء الصوتي ملاحظاتك ما شاء الله أخ إمام الرحمن كان أداء يعني أداء متوازن فضقت أولا فضقت كيف ما شاء الله هو ينتقل من مقام إلى مقام آخر بطبقة القرار ثم يأتي بالوسط وبالجواب ثم ينتقل إلى مقام آخر من طبقت القرار أيضا ما شاء الله ما شاء الله نظام بديع قوي بديع ما شاء الله عندما اعتمد القار على نظام وخطة كان حقه الفوز النجاح دائما هذا مهم للغاية وأعجبني أيضا اعتباره بالمناسبة بين المقامات في الانتقالات مهم للغاية عندما نظرنا إلى المقامات التي مر بها نلاحظ العلاقة الوثيقة القوية بين المقامات ما شاء الله لكن هناك وقعت أشياء بسيطة منها تم الخروج عن الطبقة في قوله وآمنوا به لكن بشكل إجمالي كان جميلا للغاية مع العلم بأن الاستهلال لم يتم بشكل جيد كان جميلا بدرجة ما بارك الله فيك نبدأ التقييم تقييم تلاوة القارئ إنعام الرحمن مؤمن من الهند لجنة حكام التجويد ولجنة الأداء الصوتي دكتور محمد أمين نبدأ تقييم سيد عاصم شيخ بهلول نحن في الانتظار لجنة الأداء الصوتي على بركة الله أي باقي دكتور محمد أمين إذن تم تقييم القارئ إنعام الرحمن مؤمن من الهند بارك الله فيك موفق مشاهدين الكرام استمعنا لمجموعة من القراء سنكمل معكم السير في رحاب القرآن ومع القرآن لكن بعد الفاصل كنوا بالقرب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مرحبا بكم مشاهدين الكرام في روضة من رياض القرآن نعيش معكم هذه اللحظات ونشنف الأسماع بأجمل التلاوات الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا يقول الحسن أي اقرأه قراءة بينة نستمع إلى هذه التلاوة والقراءة البينة في هذه الحلقة مع أحكام التجويد وتعلم الأحكام وطريقة القراءة والأداء في ثنايا هذه الحلقة من العراق أحمد جمال المنصراوي مرحبا بك القارئ أحمد وهو القارئ الرابع معنا في هذه الحلقة مرحبا بك وعليكم السلامة وبركاته تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفكرٌ وقرآنٌ مبين لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيناَ أَوَلَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُحْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ وَالْخَلَّقُ الْعَلِيمُ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم بارك الله فيك القارئ أحمد جمال المنصراوي التعليق عند شيخ أحمد المعصراوي والله أحمد جمال كرأة كرأة متقنة منضبطة محافظة على خارج الحروب بصفاتها يعني حتى الأداء الحروف الطبيعية الحروف الطبيعية خرج منه منضبطة تماما وإن كان هناك بعض الأمور يعني فهي يعني من باب التحسين وأنت تنتبه حتى لا تقرح في مثل هذه الأخطاء يعني لما قلت الذي أنشأ زدت إنما أمره إذا ردت زدت في المدود تخلي بالك أنت بتنساك مع النغة ما هو تخلي بالك خصيم مبين مبين خصيم مبين الغنى بسيط ما قلت مبين لا خصيم مبين يبقى الغنى مع وضوح النون كأنك وكفت على شيء على الهوى لم تتظر منك النون واضح يعني ما عدا ذلك فإني لا لا الذي خلق 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 أو خلق خلق اللام كانت بين الخاء والقاف خلق معنا قلت الخلاق حلو لكن اللام في خلق خلق أو خلق خرقت منك مفخمة شيئا ما بخلاف خلاق ماشي أحمد بعد ذلك راتك ممتازة بارك الله فيك شكرا لك الشيخ أحمد ننتقل إلى أستاذ عاصم البني يعني مش عارف شو بدي أعلق اسمح لي أنا سنعلق شو بدي أحكي شو بدي أحكي يعني شو بدي أعلق ما في أبدا يعني تركنا القلم ما في أولا لا يعني ما بدي إلا غير شغلة أنت صوتك سلاح استعمله والله العظيم سلاح سلاح ضد الغافلين ضد الظالمين صوتك صوتك لازم تستعمله أنت لازم تقرأ القرآن على الناس الغافلة المسكينة اللي محتاجة أنت آية آية والله رحم الله من علمك ومن رباك أي والله الله خير شيخ الحقيق أي والله صدقت صدقت إذن نبدأ نبدأ تقييم لجنة حكام التجويد ولجنة الأداء الصوتي أحمد جمال المنصراوي من العراق وهو القارئ الرابع معنا في هذه الحلقة لجنة حكام التجويد ولجنة الأداء الصوتي 60% و40% 60% لدى لجنة حكام التجويد و40% لدى لجنة الأداء الصوتي دكتور محمد أمين شكرا لك القارئ أحمد جمال المنصراوي من العراق موفق بارك الله فيك مشاهدة الكرام ننتقل وإياكم من العراق إلى باكستان والقارئ الأخير معنا في هذه الحلقة عبد الله أنور مرحبا بالقارئ عبد الله مرحبا بك فضلا موفق السلام عليكم استعين بالله وعليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم وهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم شكرا وتبارك وتبارك له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه وإليه ترجعون وإليه ترجعون إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ترجعون وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وإليه وإليه يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم برك الله فيك يا عبدالله أنور من باكستان شيخ عبدالرشيد صوفي ملاحظاتك مرحبا الشيخ عبدالله كيف حالك؟ الحمد لله العربي تمام؟ ده فهم العربي قليل قليل إلا هور ولا فين ولا؟ من إسلام بعد يا سلام فتح الله عليك فتح الله عليك والله قراءة طيبة شكرا والذي يستمع إليك من وراء الحجاب يظن أنك من خلاصة العرب يعني سلمت حروفه من لكنة العجم ما شاء الله فتح الله عليك وما يذكر لك من الملاحظات فقط إن شاء الله لتستفيد فيما بعد يعني لما قرأت رب العرش العين طلعت عنك أو خرجت منك مفخمة يعني يعني ما الذي سببها لأن حروف تفخيم تدعو الحروف المستفلة إليها فالراء مفخمة هنا لأنها ساكنة وقبلها فتح فطلعت أو خرجت منك العين مفخمة رب العرش لا النطق الصحيح رب العاء رب العرش العظيم لما نظرت إلى عموم قراءاتك كانت المدود عندك سواء كان طبيعية أو كانت المدود الفرعية كلها كانت كأنها بالمسطرة يعني كان شيء عجيب جدا إلا زيادة في إنها وقيلها إن هؤلاء هذه كأنها زادت شوي ما بقى ما بقي من ذلك كله طيب جدا جدا فتح الله عليك بارك الله فيك شيخ عبد الله شيخ بهلول أبو عرقوب ملاحظاتك اليوم هؤلاء المشاركين حيرونا والله كله حلو لكنكم والله فزتم فزتم بمجاورتكم لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى والله هذا الفوز والله أقسم بالله السيد عبد الله أنور سبحانه وتعالى صوتك خارق ومنطقة القرار فيك طيبة والوسط والجواب رائع إلى درجة عالية كان حسن البدء في استهلالك طيب وحسن القفل أطيب أشبعت الرسط وأشبعت البيات تتعامل بالنحن في مصطلح الأداء الصوتي التجويدي تتعامل بالمنعرجات والمستقيمات إن تعامل طيب جدا لديك مرونة في صوتك ماشاء الله ماشاء الله لديك اهتزازات وبحة تفيد صوتك بحة اللي عندك جميلة في من يملك هذه البحة ولكن لا يلتفت إليها أما البحة التي في صوتك جميلة جدا محببة أسأل الله لك حسن التوفير مارك الله سيد عاصم جدير أن أذكر لك أنك ماشاء الله يعني في عندك خبرة وفي عندك حسن التدبير لما طلبوا منك المشايخ أعادت آية لم تتلبك لم يعني ترتبك بل بالعكس أكملت مما أنت فيه ورحت على الحجاز وكملت ولكن أنه في شيء وهذا ترى هذا من أجمل الأمور هو ثقة سيد عاصم ثقة بالتلاب أيوة هذا ثقة صحيح الله يبارك إذا نبدأ تقييم تقييم القارئ الخامس معنا في هذه الحلقة عبدالله أنور من باكستان لجنة أحكام التجويد ولجنة الأدهاء الصوتي سنتعرف على النتائج بإذن الله في المحاطة الأخيرة من هذه الحلقة إذا تم الانتهاء من تقييم القارئ عبدالله أنور من باكستان موفق القارئ عبدالله بارك الله فيك مشاهدين الكرام من من القراء سيتأهل للمرحلة القادمة شاركنا في هذه الحلقة من مصر والمغرب والهند والعراق وباكستان من منهم سيتأهل للمرحلة القادمة سنتعرف عليه بعد الفاصل في انتظاركم وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ مرحبا بكم مشاهدين الكرام عدنا إليكم من بعد هذا الفاصل مع جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها السادسة هنا المحطة الأخيرة لنتعرف من من القراء سيتأهل للمرحلة القادمة في هذه الحلقة شاركنا من مصر والمغرب والهند والعراق وباكستان من مصر أحمد مشحوت عبدالشافي من المغرب إلياس كروم ومن الهند إنعام الرحمن مؤمن والعراق أحمد جمال المنصراوي ومن باكستان عبدالله أنور من منهم سيتأهل للمرحلة القادمة؟ حصل المركز الأول على درجة سبعة وتسعين فاصلة أربعة القارئ أحمد جمال المنصراوي من العراق مبارك يا أحمد مبارك يا أحمد مبارك في المركز الثاني عبدالله أنور المركز الثالث إنعام الرحمن مؤمن أحمد مشحوت في المركز الرابع وألياس كروم في المركز الخامس شكرا لكم مشاهدنا الكرام شكرا لأعضاء لجنة التحكيم وشكرا بلجنتها أحكام تجويد ولجنة الأداء الصوتي ونذكر أن هناك مقعدة احتياطية يحق للجنة اختيار حسب الدرجات مشاهدنا الكرام نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة كونوا مع القرآن السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر